في ظل الأوضاع التي تشهدها ليبيا سواء على الساحات السياسية أو العسكرية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها العميق إذا أتزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف والاختطاف والاختفاء في ليبيا والتي تطال مسؤولين ونشطين وصحفيين وقالت البعثة في بيان لها أن هذه الحالات تنظر بتدهور سيادة القانون في ليبيا مشددة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز إخضاع أي شخص الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي ودعت جميع السلطات أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كليا للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية وأشارت إلى أنه ومنذ اندلاع الاشتباكات في تخوم ترابلس تم تسجيل زيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية حيث وقع أكثر من سبع مسؤولين وموظفين ضحية للاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها ولا يزال مصير جميع هؤلاء الضحايا مجهولا وقد يكون آخرون قد اختفوا في ظروف مماثلة ولفتت إلى أن الصحفيين في ليبيا يواجهون مزيدا من التهديدات والتخويف والعنف فيما يتصل غالبا بإرسال تقارير عن الاشتباكات المسلحة أو الدعوة إلى السلام ودعت البعثة في بيانها جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي واتجنب القيام بأعمال الخطف والاختطاف والاختفاء القصري حيث يعتبر احتجاز الرهائن أثناء نزاع انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب ترجمة نانسي قنقر